نروح لأخبارنا مع محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم اللي كان أجرى جراحة في الأنف نتمنى له إن شاء الله السلامة محمد عبد المنعم واحد من الركاز الأساسية في فريق النادي الأهلي إن شاء الله خلال أسبوعين يكون موجود في التدريبات الجماعية مرة أخرى الدكتور أحمد عبلا أحمد أبو عبلا بعد العملية والإطمئنان على محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم من اللعبة الرجالة قوي في دفاعات النادي الأهلي لعيب وأنا قلت السنائية محمد عبد المنعم ومحمود متولي سنائية ممتازة في دفاعات النادي الأهلي سنائية ما شاء الله الاتنين بيمتازوا بالطول يقدروا التحضير من تحت السرعات فشوفنا دور محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي وشوفنا دوره أيضا مع منتخب مصر برغم إنه هو لسه لعيب صغير في السن لسه بيبتدي مشواره أن يكون موجود في منتخب مصر فده شيء جاي ليه حكاية من محمد عبد المنعم في بداياته وأنا مدرب مساعد في منتخب مصر للشباب مع الكابتل حمد صدقي محمد عبد المنعم كان موجود معنا في منتخب مصر وهو لعيم مميز كنا بنلعب بطولة في غرب أفريقيا اسمها بطولة الكسافة فرق غرب أفريقيا وكان منتخب مصر موجود بنلعب البطولة دي كانت بطولة ودية كان محمد عبد المنعم الموتى وعنده 17 سنة ما شاء الله قبل بلاء حسنا في البطولة دي كان من العناصر المميزة جدا وأنا في زنبي هناك اتصلت بالكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة والكابتن حسام البدري كان وقتها المدير الفن النادي الأهلي قلت لهم في مدافع في النادي الأهلي اسمه محمد عبد المنعم اللعيب ده حطوا عنيكوا عليه اللعيب ده لعيب مميز جدا اللعيب ده ما شاء الله من العناصر الأساسية اللي بنعتمد عليها في منتخب مصر للشباب كابتن سيد عبد الحفيز أول حاجة عملها بعد ما رجع مصر ما اضع العقد وربطوا وخلاه موجود مع النادي الأهلي كابتن حسام البدري قال لي بلغوا إنه بعد ما يرجع بيومين كنا رجعين مثلا التلات الخميس هيكون موجود معايا في تدريبات فريل أول وكان موجود محمد عبد المنعم في تدريبات النادي الأهلي وبعدها بثلاث أربعة أيام أول مباراة مع النادي الأهلي كانت قتلتكم مدريد وبياخد جزء منها وبيسبت نفسه محمد عبد المنعم وكانت من هنا لانطلاق كل التوفيق لمحمد عبد المنعم كل التوفيق اللاعب النادي الأهلي وخاصة في مورات الدخلية غدا